أهلا بكم خلال نبدأ الحلقة دي أو بداية الأسبوع بخبر كان النهاردة ووفاة السيدة شريفة فاضل والسيدة شريفة فاضل يعني هي جزء من ثقافتنا الشعبية والسياسية والدينية يقال أنها توافت عن 95 سنة تقريبا يعني ناريت في موقع حاجة وتمانين وموقع تاني تسعين السيدة شريفة فاضل في البداية هي حفيدة الشيخ أحمد ندا والشيخ أحمد ندا ده واحد من أساطير الابتهالات الدينية تاريخيا يعني هذا الرجل هو أسطورة من أساطير الابتهالات الدينية فيبدو أنها ورست منه الصوت الحلو يعني لكن هذه السيدة غريبة جدا هي طبعا اتجوزت السيد بدير والسيد بدير ده كان عبقاري في الأدب عبقاري في سناريو عبقاري عبقاري بمعنى كلمة عبقاري وطبعا طلعا في أفلام كتيرة جدا كوميدي يعني ومصرحيات كوميدي لكن لمن لا يعلم أن السيد بدير هو واحد من عبقارة الدراما في تاريخ مصر في تاريخ العرب هو عبقاري فعلا هي تزوجت من السيد بدير وهي كان صوتها غريب قوي هنلاقي مثلا لما تيجي تخطب أو تتجوز هنلاقي لها غنوتين في القصة دي مبروك عليك يا معجبان يا غالي دي اين الشريفة فاضل وفي مبروك عليك عريسك الخفة برضو شريفة فاضل في المناسبات الحربية هنلاقي الأغنية خالدة أم البطر وهي ابنها فعلا توفى استشهد في أكتوبر وطلعت غنت بعد ما جالها خبر استشهاد ابنها مفيش يومين ثلاثة يعني والأغنية بتقول ابني حبيبي يا نرعيني بيدربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا من أم البطر الأغنية دي كانت بتبكينا يعني يعني الجيل بتاعي أنا اللي حضر أكتوبر وإحنا عيال صغيرة أطفال ونقعد نشوف الكبار بيبكوا وكانت هي بتقولي الأغنية دي بإحساس صادق جدا لنبنها فعلا يعني بيش بتمثل يعني أكتوبر اتعملت فيها أغاني كتير جدا لكن ولا أغنية كانت بتبكي وتأثر في المصريين إلا أم البطل دي وهي الغريبة اتوفقت في اللحن جدا وفي الكلام أما عن إحساس شريفة فاضل فإحساسها فوق مستوى العقل يعني خيال فده أم البطل أقوى وأعظم وأحلى أغنية من أغاني أكتوبر وأكتر طبعا أستاذ علي إسماعيل عمل كتير لأكتوبر ومراته حتى نبيلة أنديل يعني عملوا مثلا راجعين شايلين في إدن سلاح اتعمل مثلا اتعمل حاجات كتير قوي يعني لكن يعني عملوا مثلا راجعين شايلين في إدن سلاح اتعمل مثلا اتعمل حاجات كتير قوي يعني لكن أكتر أغنية تأثيرا هي أغنية أم البطل ولو سمعتوها هتتهزوا يعني وكان خبر وفاتها وكان نسك وكان الخبر موجود استشهاد ابن المطربة شريفة فاضل على طول راح تيطلع بالأغنية لما بيهل عليك رمضان ويمشي فما تلحقش تفرح بيه احنا بنبدأ رمضان بايه بنبدأ برمضان بأغنية الأستاذ أحمد عبدالقادر هاتف هنوسك يا أختي يا إحسان بنبدأ بيه الأستاذ محمد عبدالمر طلب بنبدأ بيه السلاس المرح سبحة رمضان لولي ومرجان تلاتة والتلاتين حباية بنبدأ رمضان بالحاجات دي بالحاجات دي لكن ونبدأ رمضان بالأستاذ عبدالعيز محمود عبدالعيز محمود اه عبدالعيز محمود انا اكتشفت غنية جديدة لرمضان ان شاء الله لما يجي رمضان دي بقى نجيبها لكم تحفة 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 ما كنتش عرفة قبل كده حقيقة لكن قبل ما يمشي رمضان بنسمع الغنية الجميلة والله لسه بدري يا شهر الصيام دي شريفة فاضل من الناس زي حالات اللي يحبوا الطرب ويزعلوا الناس التانية اللي ما بيحبوش الطرب هللاقلها اغنية على مين على مين على مين بتبيع الحب المين ما تروحش تبيع المياه في حارة السعيد العبقاري مونير مراد هو شريفة فاضل بصوت شريفة فاضل والاغنية دي تم اعادتها دلوقتي باكتر من صوت وليها كمان لما راح الصبر منه جان يسأل عن دوا قال لي شوفي احلى عمر احلى عمر نكون سوا حاجة يعني خيال شريفة فاضل حقيقة يعني عايز تاخدها من ناحية الدين هتلاقي حتى في الاغاني العمال والاغاني الوطنية ليها برضو يعني سيبك من ام البطل دي اللي هي بقولك انها يعني مؤثرة جدا لكن ليها اغاني عن العمال وعن المكن فيه اغانية بس بتروح بيني الكبلة بتاعها وبييجي كده بعيدة قوي فوليها افلام عملت افلام المهم يعني رحلت ام البطل ماتت الى دلوقتي هي في زمة الله يعني خلاص انتهت تركت هذا العالم كله يعني بضجه وضجيجه ورحلت عن عالمنا وشيعت الجنازة بتاعتها من مسجد السيدة نفيسة الى مقابر الامام الشفعي ام البطل ده كان اللقب اللي انتشر على مواقع التواصل في وداع الفنانة الشريفة فاضل واللي تلقبت بيه يعني طول وقت ابنها هو الطيار زي ما قلت سيد السيد بدير وهي لقبت بابنها هو ابني حبيبي يا نرعيني بيضربوا بيك المسل كل الحبايب بتهنيني طبعا من ام البطل يا مصر ولدي الحر اتعلم على ايد مشا انا فاكر الاغنية كده من بيه يعني الشهيد المرحوم سيد السيد بدير الذي غنت له امه شريفة فاضل اغنية ام البطل وزي ما قلت لكم هي حفيدة المقرأ الاسطوري احمد ندا واحد من اعلام التلاوة واول من تنبأ بنبوغ الشيخ محمد رفعت هي اتولدت في القاهرة سنة سنة اه ده الشيخ احمد ندا ده يا سيدي ده ده تروح له فين ده يا معلم ده ده اسطول يعني ده ده من الناس اللي كانوا لما يقروا في باب اللوق او سوري في بدان التحرير من غير مايك من غير مايك اللي بباب اللوق يبقى سامعه انت متخيل قوت الصوت عاملة ازاي احمد ندا ده اسطورة هي تولدت في القاهرة سنة 38 تقريبا وكانت بدايتها اه انها غنت قدام الملك فاروق واشتغل واشتعرت باغنية اسماء امانة يا بكرة يعني هي اشتعرت او يعني قيل انها استعرت على فكرة هي لها اغنية الدنيا اسماء عشاء النبي يا عشاء النبي عليه السلام اتجوزت من المخرج سيد بدير اللي اسند لها بطولات في الستينات اشتعرت باغنية عالمين او اغنية سقاين يعني اللي هي عملها العبقري الفز الفز مونير مراد ومثلت في افلام كتيرة جدا وانتاجت لنفسها فيلم سلطانة الطرب مثلا اخراج حسن الامام لها مجموعة اغاني كتيرة جدا واتشيعت جنازتها الحقيقة في سنة اه خمسة وستين اتكتب الاغنية والله لسه بدري يا شهر السيام كتبها الشاعر الكبير عبدالفتاح مصطفى وعبدالفتاح مصطفى ده كتب درر الشعر الديني للمكلسوم والعديد من المطربين عبدالفتاح مصطفى ده حاجة جم دائوي في الشعر الديني يعني عرضها على الإعلامي وجدي الحكيم اللي كان ساعتها شغال مراقب للموسيقى والغناء بالإزاعة فوجدي عرض كلمات الاغنية على الأستاذة شريفة فاضل تحمست ورفضت تاخد عليها أي أجر الاغنية لحنها الموسيقار العبقري عبدالعظيم عبدالحق عبدالعظيم عبدالحق عبدالحق ده حاجة ده كاريسي التاني ده كاريسي الممثل عبدالعظيم عبدالحق ده أخواته الاثنين كانوا وزراء بس هو كان محفوف بالفن وعبدالعظيم عبدالحق بدأ الفن من تلاوة القرآن الكريم موقع من المشايخ دول هم أكتر ناس يفهموا في الفن المشاكل اللي بتكلم عليهم مش المشاكل التانيين المشاكل اللي بتكلم عليهم دول يعني عبدالعظيم عبدالحق ده بيقول في رواية إنه كان بيقرأ القرآن على يد شيخ فبيقرأ آية بتقول السماء والأرض يعني آية فيها كده السماء والأرض هو ده عبقاري عبقاري أخواته الاثنين وزراء فالمهم يعني هو قاعد يقول السماء والأرض فأرأوا رعى الراجل مسكوا قافة شو الشير قالوا لي انت عملتوا ده قال له السماء والأرض يا راجل اعمل السماء سماء والأرض تبقى الأرض يعني السماء فوق والأرض تحت المقام اللي انت بتقول منه فعبد العظيم يقول لان اتبقى اتصمرت مكاني أول مرة عارف انك لازم في التلاوة تركز على المعنى السماء تبقى سماء والأرض عبد العظيم ده المهم يعني شريفة فاضل الحقيقة رفضت تاخد أجر وغنت هذه الأغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام والحقيقة شريفة لأ فاضل لها ابن تاني كان باحث في مجال الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية اتقتل في ظروف غمضة في اسكندرية سنة 89 ابن السيد بدير برضو بعدها اعتذرت شريفة فاضل الفن خالص وغابت عن الأضواء وعن كل شيء لأن سمعنا النهاردة خبر وفاتها الغريب في خبر وفاتها غياب الفنانين كلهم ولا نقيب ممثلين ولا غيره فيش حد مسجر السيد النفيسة بس نعم آه هو النقيب لسه واخد كسب انتخابات النقابة أشرف زكي بارح إنما غياب تام لنقابة الفنانين ولا مطربين ولا أي حد الحقيقة توافت إلى رحمة الله الفنانة خلاص غابت عن دنيانا شريفة فاضل وتركت هذا العالم إلى عالم آخر عالم حقيقة يعني مش العالم بتاعنا ده أنا شخصيا أسأل الله لها الرحمة من ربنا يغفر لها ويرحمها بأي زنب خلاص يعني لا نأملك أنا لا أملك أمام هذه السيدة غير إن أنا أقول الله يرحمك يا مدام شريفة آه ويغفر لك آه زنبك أو يغفر لك زنوبك وآه لكن أين الأستاذ أشرف زكي ما تعرفش أين الأستاذ الكبار لا تعلم